كانوا الإخوان الصينيين اللي قاعدين لا يتكلمون قطعاً كان المتحدث معانا هو شخص عراقي كل ما تم طرحه هي عبارة عن فبركة لكلام ليس إلا وهذا الموضوع أنا أكد لك يا تم التأكد منه رسمي أنه ماكو شيء اسمه وفد مفاوض ولا أكو شيء اسمه شركة مقدمة عرض رسمي ليش ما تم اختيار الشركة الصينية علماً يقول لك أنه الشركة الصينية قدمت لكم منافع أو فوائد بالعقد كانت مخيفة اللي أنا أذكر لك إياها أنه بناء قاعدة البحرية بثمانمائة مليون دولار زيان رصيف ساحلي بمليار دولار طريق بطول خمسة كيلة وبنصف مليون دولار ما مجموعة خمس ملايين دولار يقولون هذي ليش السيد الفرطوسي والوزارة ما وافقوا راحوا للشركة الكورية هذا يحجون الوليادات قصدك خمسة مليار وليس خمسة مليون لا لا خمسة مليار دولار يقولون ليش السيد الوزير والفرطوسي عافوا الخمسة مليار راحوا الدايو هاي الناس أردفتين من الحقيقة بحيادية تم دكتورنا العزيز أريد أبديلك هذه الفقرة حدث العاقل بما لا يعقل فإن صدق فلا عقل له إذا ابتعدنا عن العلميات ورحنا لسؤالي في أهلنا أنت من تطرح لي مشروع تكلفته مليارين ومية واربعين مليون وتمطيني منافع عقدية بخمسة مليار دولار هل العقل أو المنطق يقبل هذا الشيء وبنفس الوقت لو كان هذا العرض هو عرض رسمي معتمد وموثق لا والله أول الناس أنا أوقع قبل السيد الوزير لكن هذه هو عبارة عن جلسة كانت في مقر الوزارة ببرزنتيشين من قبل اثنيا من الشركة اللي يقولون احنا تابعين إلى شركة سي ام اي سي الصينية وشخص عراقي آخر كان معاهم وكانت عبارة عن جلسة حوارية وبعديا استشفينا من خلال بعض التفاصيل أنه هناك ايميل وليس عرض هناك ايميل نعرض بالجلسة كان مدفوع إلى الوزارة اطلعنا على كل تفاصيل وأنا أول من ناقش الإخوان اللي هم العراق وليس الصينيين بالمناسبة كانوا الإخوان الصينيين اللي قاعدين لا يتكلمون قطعا كان المتحدث معانا هو شخص عراقي هذا الشخص سألته أكثر من مرة ولأكثر من سؤال رحت عليها سؤال قلت لسيد الفاضل العروض اللي متقدمة إنه هي كالتالي مثل ما حضرتك اطرقت لها وهذا كتاب رسمي جو إيدي نعم أنا رفعت به إلى مقر الوزارة بناء على الحديث اللي صار هو أنه الشركة الصينية قدمت عدد من المشاريع بالإضافة للعرض الرسمي اللي كان هو يعتبر العرض السعر لمقدم لإنشاء المشاريع الخمسة يقول بناء أربع قطع بحرية بتكلفة أربعة وتسعين مليون دولار بناء محطة كهرباء بستة وتسعين مية وعشرين ميجا بستة وتسعين مليون دولار تنفيذ محطة تحلية تلتالاف وسبعمية بثمانة وعشرين مليون دولار تدريب للكوادر بخمسة مليون دولار إنشاء السياج الأمني بعشرة مليون دولار إنشاء محطة أدلة بخمسة مليون دولار تجهيز منظومة السيطرة بستة مليون دولار تزويد الميناء بمنظومة إدارة الكترونية متكاملة بثلاثة مليون دولار إنشاء أبنية للإدارة بخمسة مليون بعدين الفقرة الثانية اللي هي با إنشاء ثلاثة طرق برية بطول واحد من عثن ثمانية ونص كيلومتر والثاني بخمسة كيلومتر والثالث أربعة كيلومتر هذه أيضا من المشاريع اللي تم تقديمها بالمناسبة حتى نكون بالصورة لجنابك وللأخوة اللي تابعون قناتك الكريمة احنا عدنا الطرق الداخلية في مشروع ميناء الفاو من ضمن العقود الثلاثة اللي توقعت بألفين وتسعة عشر تكلفة الأربعة عشر كيلومتر هي سبعين مليون دولار هنا عدنا الهبل اللي قدمتها الشركة الصينية هي ثمانية ونص زائدا خمسة زائد أربعة كيلو إنشاء أبنية وخدمات متكاملة بطول ألف وسبعمية وخمسين متر في ستمائة متر أمطيك مثال ساحة مناولة الحاويات ساحة مناولة الحاويات طيها ألف وسبعمية وخمسين وعرضها خمسمية تكلفتها بحدود الأربعة مية ما أتذكر بالضبط شكيد تكلفتها أربعمائة مليون هذا أول مشروع أربعمائة مليون خلي نقدره يقدم مجانا وقبله كان تقريبا بالمية وخمسين مليون دولار المشاريع الأخرى اللي قدمها الإتلاف حسب طبعا هو مو إتلاف هو شركة سي أمي سي ورح أمطيك الدلائل والوثائق الرسمية اللي جتنا من عتهم إنهم تنصلوا من الإتلاف ودخلونا باسم شركة سي أمي سي إنشاء ورجم ساحة خزن ومناولة الحاويات للسكة الحديد مع نصب السكك لكي تكون الساحة جاهزة للربط السككي خارج الميناء هذه تكلفتها أكثر من مليار دولار زين لأنه عبارة عن ساحة كبيرة جدا زين والأعماق بيها تصل الأعماق البحرية بيها من 3 إلى 5 متر زين وشوف أنت هذه المساحة العملاقة لما تريد تردمها إيش قد تكلفتها إنشاء البنى التحتية من بناء ست صخري وردم للساحة المخصصة للقاعدة البحرية سأقرأ لك الفقرة الثانية وأعلق لك على الفقرتين إنشاء ست صخري مع ردم المنطقة المخصصة للأرصفة سفن نقل البضاء السائبة والتي تقع بجوار كاسر الأمواج الغربي نعم دون ذكر أي تفاصيل علما أنها في المخطط التصميمي تصل إلى 5 كيلو متر طيب دكتور الأرصفة إحنا حتى نقدر نشتغل بحوض الميناء قطعناها بكاسر أمواج قطعناها بسدات صخرية هذه السدات الصخرية تكلفتها 199 مليون دولار زين إذا هو يريد أن ينفذ للقاعدة البحرية اللي إذا ردنا نحسب طول فقط السد الصخري للقاعدة البحرية يوصل أكثر من كيلو متر أما السد الصخري اللي راح ينشأ حتى تبنى أرصفة البالك أو الحمولات السائبة بطول 5 كيلو متر وبيعرض خلي نقول 250 ما نقول 500 وخلي نقول ما لازم خلي نقول 100 متر بالتالي راح يكون عندنا 5 كيلو متر وميتين يعني 5200 متر من السدات الصخرية هذا وحدة تكلفتها ما لا يقل عن 250 إلى 300 مليون دولار أما الردم فيتجاوز المليار إلى مليار ونصف لأنه فقط ساحة الحاويات فقط ساحة الحاويات الردم مالتها 28 مليون متر مكعب من أستاذ فرحان أستاذ فرحان اللي هي قيمتها أكثر من خمسة مليار هذا مو منطق هذا كله هذا كله ولما ناقشتهم باليوم الأول باليوم الثاني اتراجعوا عن هذه الأمور وقالوا لا راح نقدم لكم إياها بأسعار زين هو لما جايني برسالة إيميل ويتفاوضوا ياي وسألته سؤال قلت له يا سيد الفاضل أنت تمثل الشركة الصينية قال إيه نعم أمثل الشركة الصينية قلت له ماشي حضرت شركة سي أم إي سي بعثت لي هذول الإيميلين وهس أنت جاي تتفاوض عنهم قطيني كتاب رسمي من شركة سي أم إي سي مصدق من السفارة الصينية وموثق بالخارجية العراقية يقول أنت ممثل عنهم حتى أستكل الكلام وياك قال أنا جايك بناء على الإيميل وبالإيميل نعم وبالإيميل رشحتني الشركة الصينية حتى أكون مفاوض قلت له أوكي هم راح أتجاوز لك هذه الفقرة على الرغم أنا المتحدث إياك مدير عام والإخوان اللي قاعدين كلهم مدرع عام من في وزارة النقل فالمفروض الكلام يكون بيني وبينك رسمي حضرتك تحمل صفة رسمية وأني أحمل صفة رسمية قلت له ماشي حضرتك مطلع على تفاصيل العمل وحجم العمل في ميناء الفاو هل أنه أنت طلبت من عندي بكتاب رسمي بعد إجراءات رسمية متعارف عليها في العقود الحكومية حتى أنطيك المواصفات الفنية للمشروع تدرسها وتقدم لي بها عرض سعر عرض فني عرض فني وعرض مالي قال لا أنا البارحة يا الله قدرت أحصل نسخة من المواصفات الفنية للمشروع قلت للمواصفات الفنية للمشروع إذا أريد أنطيك إياها ورقيا معناها لازم تشيلها بكارتون أنت ويقابلك علي واحد لأن هذه المواصفات مشروع ستراتيجي وعمل أستاذ فرحان غير هيوج عمل نعم أكو قضيتي القضية الأولى هل تم التأكد بالنسبة لكم أن هذا العراقي مع الصينيين هم موفودين من الشركة سي أم سي أم لا والله سيد الفاضل أنا كمدير عام لم تصني أي رسالة تؤكد أنه هذا الشخص يمثل الشركة الصينية وكل ما تداوله وكل ما تم طرحه هي عبارة عن فبركة لكلام ليس إلا وهذا الموضوع أنا أكد لك يا تم التأكد منه رسمي أنه ماكو شيء اسمه وفد مفاوض ولا أكو شيء اسمه شركة مقدمة ذولة عرض رسمي ما اتصلت بالسفارة الصينية ما اتصلت بالشركة الأم أنه هذا الوليد ممثل لكم أم لا احنا دكتور ما يعنينا هذا الموضوع بقدر ما يعنينا الشخص اللي يجلس أمامنا يحمل صفة رسمية أما الأمور الأخرى فما تعنينا هو بأول وتالي هو أن كان عراقي فيحمل وثيقة عراقية ومو من حقنا نطلب من عدة أكثر من هذا وبالنسبة للإخوان الصينيين طلبنا من عدهم يقدموننا أنهم ممثلين عن شركة CMEC فما قدموننا شيء على ضوء هذا اطيناهم المبررات وقلنا لهم لحد هنا ويوقف التفاوض وياكم لأنه أول شيء ما تحملون صفة رسمية وثاني شيء ما أعدكم عرض فني ومالي حتى نقدر ناخذ وننتوا ياكم كل اللي جاي نتباحث عنه بريزنتيشن عرضتونا يا على الشاشة وبعض التفاصيل اللي ذكرتوها بإيميل والإيميل ما يعد به حتى في أبسط العروض اللي هي حتى لو كانت بعشر تعلاني ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر